أطلقت وزارة الصحة خمس قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتستمر القافلة يومي السبع عشر والثامن عشر من سبتمبر الجاري للكشف مجانا وعلاج جميع التخصصات الطبية هذا وتبدأ القافلة عملها بمحافظات القليوبية والفيوم وكفر الشيخ وسهاج وأسيوت في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وصلت وزارة الصحة تسيير القوافل الطبية المجانية بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع في ذات الإطار قامت قافلة طبية لخدمة أهل قرية الزعفراني بمركز كوم حمادة بالبحيرة بتوقيع الكشف الطبي على 1765 مواطنا مجانا من خلال 12 عيادة طبية متنوعة أكد محافظ المينيا أسامة القاضي مواصلة مدرية الصحة بالمحافظة بتنظيم القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة وذلك في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأشار وكيل وزارة الصحة بالمينيا محمد نادي إلى تنفيذ قافلة طبية وعلاجية بقريات من القطين التابعة لمركز سمنلوت خلال يومي الرابع عشر والخامس عشر من سبتمبر الجاري حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1768 حالة مترددة وعمل الفحوصات اللازمة وصرف الأدوية لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاجوا لاستكمال العلاج إلى المستشفيات ترجمة نانسي قنقر